السلام عليكم ازايكو حبيبي عاملين ايه هنعمل مع بعض المنبار بطريقة جميلة هقول لكم ازاي يطلع مقرمش هقول لكم ازاي يطلع لونه جميل زي المحلات بالضبط يلا بينا نبدأ على طول علشان ما طولش عليكم بس لو اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وتعملوا سابسكرايب او اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يصلكم اشعار بكل جديد هنا نصف كيلو من المنبار انا طبعا من الضفاء وهو دلوقتي جاهز على الحشو وعندي كمان اربع طمطميات حجم وسط واحتاج بصلاية كبيرة واحتاج كمان ارنين فلفل رومي ولو عايزين تستخدمه فلفل حامي عادي او تحطه شطة ده حسب الرغبة احتاج كمان مكعب من المرأة واحتاج معلقتين صغيرين من بهرات اللحمة ومعلقة تون بودرة ومعلقة صغيرة من بصل البودرة وربع معلقة صغيرة من الكسبرة النشفة وربع معلقة صغيرة من الحبهان ونصف معلقة صغيرة من ورق اللوري المطحون نصف معلقة صغيرة من الفلفل معلقة صغيرة من الكمون ومعلقة صغيرة من الملح دلوقتي بقى هنبدأ ان احنا نقطع المنبار بتاعنا على المقاس اللي انا تفضليه او اللي انت تحبيه انا عن نفسي بحب المنبار بتاعي يكون الحجم ده لان بعد السلق بيصغر زي ما انتو شفتيه كده في اول الفيديو فطبعا المقاس ده بيرجع على حسب كل واحد بيحب ايه انا كده خلصت كل الكمية اللي عندي دلوقتي بقى هبدأ ان انا قطع الطماطم بتاعتي والبصل لمكعبات صغيرة او ممكن تفرميهم في الكب او تبشريهم لو مش بتحبي الخضار يكون صحيح لكن بصراحة انا بحب جدا يكون طعم الخضار صحيح في المنبار بالزيد دلوقتي بقى هنروح على البتجاز وهننزل بمعلقتين كبار من معجون صرصة الطماطم وبعد كده هنزل عليهم بكباي لربع من الرز المخصول ومتصفي من المية وبعد كده هحط كل التوابل والماجي بتاعنا وبعد كده هاخد معلقتين كبار من الطماطم والبصل اللي احنا قطعناهم مع بعض واخر حاجة هنزل بنصد كباية من الخضرة المشكلة وبعد كده بقى هنزل عليهم اللي انا شوحتوهم دول على باقي الخضار اللي احنا قطعناه دلوقتي عليهم ربع كباية من الزيت علشان الرز بتاعنا يكون متفلفل وجميل هقلب بقى كل التدبيلة دي مع بعضها مش قادر اقول لكم ريحتها عاملة ازاي وهنجيب المنبار بتاعنا ونبدأ ان احنا نحشي طبعا المنبار ماينفعش ان انت تتزود فيه الرز يعني بيكون كده خفيف خالص من الرز يعني طبقة خفيفة وتبدأ ان انت كده تطبطب عليه علشان الرز ما يكونش مليان جوه المنبار ويفرقع معيك زي ما انتوا شايفين كده انا خلصت كل الكمية وده بعد ما خلصت علشان بقى نسلق المنبار بتاعنا هحتاج مية سخنة هنزل عليهم بطمط مية متقطعة نصين وبصلاية وورق لوري ونص جزاراية وربع معلقة صغيرة من الحبهان ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود حتوا معاهم كمان عود ارفع صغير مش قادر اقول لكم بيفرق ازاي في ريحت وطعم المنبار فعلا مش هتبطل تعمليه بالطريقة دي تديت هنا بقى نزل المنبار بتاعي في المية السخنة لكن ما تكونش المية بتغلي التركة دي مهمة جدا وهي دي اللي بتخلي المنبار يفرقع معاكم انك بتنزل المنبار وهي المية بتغلي احنا بنزل المنبار لما المية بتكون سخنة مش بتغلي وبعد كده بقى سبته في المية دي حوالي نص ساعة وبعد كده شفت بالشوكة الاستوى ولا لا وبعد كده صفيته بقى ما صفيته من كل المية ابتديت ان انا احمره عندي هنا حلة مليانة زيت برضو المنبار ما بيتحمرش في طاصة بيتحمر في حاجة غويطة علشان ياخد كله لون واحد وعلشان يديكوا التحميرة بتاعت برة لازم يكون زيت غزير وبردو الزيت يكون سخني مش بيغلي علشان لو حطيتي في زيت بيغلي هيطرقع كده وممكن يعني تتحرقه من الزيت فزي ما انتوا شايفين ابتديت ان انا نزل معايا كل المنبار علشان يغلي وابتديت ان انا حمره يعني الخطوة دي مش هتاخد معاكم وقت كبير زي ما انتوا شايفين ان نزلت كل الكمية عادي خالص بس المهم نكون ان الزيت يكون مغطي كل المنبار شايفين بقى عامل ازاي دلوقتي هو غلى هبدأ ان انا بس اديله تقليبة كده بسيطة علشان كله ياخد لون واحد وده شكله بقى بعد ما عد عليه حوالي سبع دقايق شايفين كله لون واحد ازاي شايفين بقى عامل ازاي فعلا جميل جدا جدا مش هتبطلوا تعملوا المنبار بالطريقة دي كده حبيبي خلصت الوصفة اتمنى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك لي ولو اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تعملوا اشتراك او سبسكرايب للقناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم اشعار بكل جديد انا بنزله في القناة